بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته متابعي هذه القناة اينما كنتم سأتحدث في هذا الموضوع اخواني الكرام هذا الفيديو على رؤية البسملة كتابتها او قراءتها او ترددها في المنام واشكر الاقتموني التي تبعت لي هذه العناوين المفيدة لأقوم باجراء فيديوهات عنها سبحان الله العقل اخواني ماذا سيتحمل كم سيتحمل مشاكل الشارع مشاكل القناة تفسير للناس سواصل في الخاص كم كم الله المستعان لست اشكر لكن اقول كم يعني الانسان يعني ضغط ضغط فيولد الانفجار الضغط واشكر يعني اخوة كثيرين من المجرفين ومن اشكر زوجتي كلهم يساعدوني ويعطوني عناوين يساعدوني يعني كي اقوم بعمل موضوعات عنها اذا سنتحدث عن رؤية البسملة في المنام البسملة اخواني الكرام تعتبر فاتحة الخير البسملة من رأى نفسه انه يعني يقرأ ويقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكل بسم الله مجراها مثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء انت بدأت ببسم الله بسم الاله يعني هي افضلها بسم الله الرحمن الرحيم لانها فاتحت كل الصور القرآنية في صورة واحدة اكملتها صورة النمل بعد صورة التوبة اذا كان موضوع يعني طويل جدا ثم دائما تعتبر فاتحة خير على الامر الذي ينويه الرأي وتدل ايضا حتى للشخص الذي يكون مثلا ليس على خلق ودين وملتزم فتدل باذن الله باذن الله باذن الله على صلاح امره وتدل ان شاء الله على ان الله سيهديه لما فيه الخير والصلاة فمثلا فينا من يقصر في الصلاة فينا من يتثاقل في العبادات وعندما يرى نفسه يقرأ البسمة لف المنام فهذه فاتحة الخير عليه فمثلا للبنت التي تأخر زواجها ان الله سيفتح عنها يعني انت وما تنوي للمريض شفاء ان شاء الله للمسافر رجوع يعني لان كلمة بسم الله ذكرت في مواضع عديدة في القرآن وكل شيء نبدأه باسم الله سواء نأكل سواء سنتوضع سواء يعني يعني ننام مع ازواجي في كل شيء سواء نعمل طفل صغير سنقول بسم الله نحميه مثلا اخواني الكرام كلها دلاء الخير متى تكون كلمة بسم الله وجملة بسم الله الرحمن الرحيم امر غير جيد للرأي عندما يرى نفسه يقرأها معكوسة او عندما يرى نفسه ان حروفها يعني ليست على العادة او رأي يرى مثلا انه مثلا اخواني الكرام يقرأها بلهجة وبعد ان يتأكد من هذه اللهجة يجدها امر يعني لعدو مثلا للمسلمين يعني من هذه القابلة او هذا المجال يعني كيف اقولها اخواني والله العقل اصبح عاجزا يعني البسملة في المنام بصفة عامة هي فاتحة الخير على كل انسان رأى نفسه كتبه قرأها او سامعها بالنسبة للكتابة تعتمد على الالوان اخضر باللون الاحمر يعني مثلا فاتحة خير في الرزق فاتحة خير في الصلاة والدين والتدي فاتحة خير على مرضه من فاتحة ارض على ارض مثلا يراها بالبني فاقول لك ان مثلا لان عندك ارض مثال او ستكسب رزقا من ارض او ان ارضك بور وستنبت يعني خيرا كثير ان شاء الله يعني سدل على المطر يعني اشياء كثيرة من هذه لكن كل نقصان فيها اخواني الكرام او كتابتها بطريقة غير جيدة او وجودها يعني باحرف فيها دم او شيء دم اقول تقول انت مش مائز منه لان الدم في كلمة بسم الله الرحمن الرحيم احيان قد يدل على الشهادة في سبيل الله ويدل على الجهاد لكن ترى الدم وتقول انت نفسيت غير مرتاحة في المنام فاعلم ان شاء الله ادخل كريم انه امر يجب لابد ان تتركه لله واذا ترك امر لله عوضه بش امر احسن منه اذا احوصل واعيد البسملة في المنام سواء كتابتها قراءتها سماعها هي فاتحة الخير يعني البداية الموفقة للانسان كل نقصان فيها او قراءة معكوسة او امر غير جيد او نستهزئ او كذا في منامنا معلل اي امر غير جيد دائما نعطيك زبدة الموضوع فهذا يعتبر امر غير جيد يدل على الارتداد في الدين يدل على التقصير في العبادات يدل على التهاون على العبادات يدل على الاستهزاء بدين الله وهذا الانسان قد يكون في غضب الله فليستعد الى كارثة لقدر الله بينما الاخر الذي رأها ورددها او كتبها او سمعها باحسن حال فليستعد الى بشائر الخير والى حاله الذي سيتحسن من حسن الى احسن باذن الله لم يبقى لي اخواني الكرام الا نستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه دمتم في رعاية الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته